وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكوا كاذبا فعليه كذبوا وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال الذي آمن يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد إلى آخر الآيات من صورة غافر هذه الآيات فيها فوائد عظيمة جدا فرعون معروف رجل ضال من أئمة الكفر والضلال الذي أضل قومه كما قال تعالى وأضل فرعون قومه وما هدا ومن هنا أول فائدة تستخلصه أن أئمة الكفر لا بد أن يبينوا ولا بد أن يذكروا للناس ما هو الناس لما يضلوا يكون في الغالب في سبب لهذا الضلال وفي رؤوس وأئمة لهذه الضلالة زي ما ربنا قال هناك عن بعض بني إسرائيل وأضلهم السامري السامري كان سبب ضلال بعضهم وفرعون برضو كان سبب ضلال الآخرين زي ما ربنا قال وأضل فرعون قومه وما هدا لأنهم اتبعوا تركوا رسل الله تبارك وتعالى موسى وهارون عليهم والسلام واتبعوا منه اتبعوا فرعون مع إن فرعون ما عنده شيء والطريق بتاعه ما حق طريق باطل لكن اتبعوا ودي فائدة تانية تطلع بها إن أغلب الناس يتبعوا الباطل إلا من رحم الله ربنا قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه الحصر شنوه ربنا قال فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد أمر ما رشيد بعد ذا كله اتبعوا ويوم القيامة حال كيف ربنا قال وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة يجي قدام بعدين يوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود لأنه إيمان بتاع دلالة اتبعوا سأقول لما اندخلوا جهنم جوه هناك وفرعون أكان عنده طريقة بالمناسبة أتفتكر أن الطرق دي حاجة جديدة الآن لا 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 هذه الطرق طرق قديمة جدا والطرق دائما هي من أساليب أهل الباطل ومن أساليب أهل الشرك وأهل الكف بذليل القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا طرق كل حزب بما لديهم فرعون ده من صفات أهل الباطل وأهل الشرك إنه بيجعلوا طرق وبيجعلوا أحزاب وبيجعلوا فرق كثيرة شوف الطريقة حقا فرعون وكان فرحان بيها كمان لما ربنا رسل موسى وهارون وقال لهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لما انجوا ويتكلموا معاو مع فرعون والملأ قاعدين الكبارات كلهم قاعدين الجماعة اتبع لي فرعون قاعدين حاضرين المناقشة التي دارت بين موسى وهارون وفرعون بنقشوه ودائما أهل الباطل لا بد من مناقشتهم ما ينفع تلبيت تمشترقوا التنوم وطيب ديلا اللي بيتكلم معاو منه والبيبطل حججهم منه لا بد من المواجهة ولا بد من مصادمتهم اتكلموا معاو قالوا لو انت ما ربنا لأنه كان مفهم الناس إنه هو الله زي ما قال أنا ربكم الأعلى قال لهم أنا ربكم الأعلى وانت عارف فرعون في الحتة دي فرعون بيعرف أن الله عز وجل في العلو فأحسن من الصوفية في الحتة دي لأنه قال أنا ربكم شنو الأعلى فرعون بيعرف أنه الرب ده بيكون وين بيكون في العلو قال أنا ربكم الأعلى ما قال لهم أنا ربكم البهينة والبهينة 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 زي ما بيقول محمد المنتصر اللي زيري وهنا قال ابني لي يا هامان صرحا لعلي شنو أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبة أظنه كاذبة في شنو في ادعاء أن الله عز وجل في العلو قال فرعون قال لي يا هامان ابني لي صرحي فوق عشان أطلع فوق عشان أشوف الإله بتعموسة هنفته يبقى فرعون أنكر أن الإله في العلو وهنا بيجاي قال أنا ربكم الأعلى وده كله تخبط وتناغط منه وكان مفهم إنه هو الإله قال لهم ما علمت لكم من إله غيري وقال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت يقول لا قال فرعون ادعى للوهية ادعى الربوبية ادعى إنه مالك الواطة مصر والأنهار كلها قال حقتي موسى عليه السلام لما جناغشه قال له يا زول اي انت مال الله عز وجل رب كل شيء دار يستهتر قال فمن ربكما يا موسى ها ربكم دمنه مش معنا طيب منه يعني فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى انت بتقدر تسوي كده فرعون ها الله خلق الناس وهداهم ويسر لهم أمور الحياء والأرزاق مختلفة واحد مكانيكي واحد مهندس بتاع طيران واحد نجار واحد كمسار واحد سواق راكشة واحد سواق حافلة إن سعيكم لشتى دي ما بسويه إلا الله تبارك وتعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى مفتري طبعا مفتري طيب قال لها القرون الأولى الذي كيف قال علمها عند ربي في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى في النهاية ما اقتنع قال إني لا أظنك يا موسى مسحورة ما اقتنع ودحال أهل الباطل دائما لما تجيب للحجج قال إني لا أظنك يا موسى مسحورة قال لقد علمت يعني يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسحورة عارف الحق لما لقى الشغلانة خلاس هو حوية ينتهت بعد كده بيحرط عليك الجماعة زي الليلة لما تيهت تكلف في المسجد الصوفي لما ما يقدر عليك طوالي بيقوم عليك ناس الجامع قلوا بجيبوا الزوال دا دار يعمل فتن ودار يفرق الأمة نفس الشغلة بتاعت فرعون حرد الجماعة طوالي قال لهم إن هذاني قال لاتنين ديل لساحران ديل سحرساي يريداني أن يخرجاكم من أرضكم دارين يقلوا الجامع منكم نفس الحنك بتاع الليلة يريداني أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلة الطريقة أمسك فيها الطريقة ما تخليها دا شغل فرعون تقال البرعي جاب جديد ها برعي ما جابش جديد دا الشغل بتاع فرعون قال لهم أنا خايف عليكم إنه الاتنين ديل يخربوا عليكم الطريقة إنتوا الطريقة دي مش حق تبهاتكم ومش عارفين أنها مثلة مثلة عن جنوه يعني طريقة سمحة زي أمافي مش عارفين إنه طريقتكم دي سمحة قالوا أيوة قال إن هذاني لساحران يريداني أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلة برضو ما بتحل لك يا فرعون تهيج الناس والجماعة ديل طبعا قال له قال له فأرسل في المدائن حاشريني أتوك بكل سحار عليم ديل الدراويش بتاع إنه دراويش فرعون إنه دراويش قاعدين ناس هامان وغارون هامان ده أظنه كان مقدم في الطريقة والله عرفته وهارون ده أظنه كان بيجيب اللي بريك مجموعة من الشفتة والصاليق قاعدين حوالينه قال له رسل رسل جيب السحار لما الدراويش كلهم ناس مضوهم بان ناس الشيكي ميبة لما كلهم جيبوا شأن ننتهي من الاثنين ده المرة واحد وما بتقدر ما بتقدر الله يهديك عرفته بعدين الشغلة ما نفعت في النهاية غرر غرار شين وغرار سيء جدا وبرضو ما قدر عليه وقال فرعون ذروني خلوني هل ماسكك منو شأن تقول خلوني هل في ذول ماسكك ها زي الليلة يجيك واحد والله الحلقة دي لو ما وقفنا واحد مرة ضرب لنا تلفون قال لنا والله الحلقة دي أنا بوقف لكم جوا دعينكم توقف إنحنا ماسكناك كده مش وقفة ولا دارت وقفة كيف يعني أمش كده وقفة او يا ذول إنت أقوى من فرعون ها هل عندك سلطة زي بتاعة فرعون ما بتقدر يا غلاء يهديك وقال فرعون ذروني خلوني ولا في ذول ماسك أقتل موسى وليدعو ربه شوف الاستهتار ده كيف ها وليدعو خليه ينادي الله بتاعه ده اللي ورين داري يسوي شنو ده معنى كلامه ماسك المجرم وليدعو ربه إني أخاف شوف داري استخدم معهم الأسلوب بتاع التلطف أنا والله خايف عليكم إني خاف زي تجي في الجامع طوالي ينطل أخو المسلم ده طبعا بيلعب بكل الاتجاهات يقول لهم والله هؤلاء الشباب يريدوا أن يفسدوا عليكم المسجد وهؤلاء الشباب يريدوا أن أن يفرقوا الأمة فنابد من إيقافهم حتى نجمع الشمل ونجمع تشتت الأمة في جامع هناك في أمدرمان الثورة ما بعرف الحتة بالضبط المهم هناك كده جدام محل الإمام كان دين لستة كده طويلة ها البلود لستات دي كلها دخلواها لقوان المسلمين في المساجد محاربة للتوحيد وأنها لهم والله تدوك لستة تدوك مسامير تدوك زنكي ما بنخليك برضه أصلا ما بنخليك كاتب قال لا يجوز التحدث إلا بعد إذن الإمام لأي سبب من الأسباب قال وفي حال السماح لما نسمحه لك يجب الكلام في المسائل المتفق عليها بين الأمة وعدم التعرض للمسائل الخلافية التي تفرغ الشمل شفت الكلام ده كيف منو قال يجب جب دليل قال يجب منو منو قال لا يجوز إلا بعد ما تجو اللجنة طبعا إنتا قال اللجنة شنو داري وديك لللجنة اللجنة ماسيك صوفي تيحدننه أخو مسلم نمر ثلاثة نصار سنة أربعة زول ساي بتاعتم باك نمر خمسة الشغل دياها اللجنة تقال اللجنة ده المسجد شنو تمش تكوث ودار تكلم يعملوا معاك محضر عديل دار تتكلم في شنو ويتسمك منو عمرك كم سنة هو يا ذولة جامع ولا معاك بتحسيجي المدني ده شنو يا ناس لكن ده كل شغل داريني وقفوا دعوة الله ما بيقدروا اطلاقا ما بيقدروا زاروني يا أخت الموسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم يا سلام يا صريف والله التافرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يضفر في الأرض الفساد يبدل ما يبدل هو دين الحق ما يتبدل دين الحق ولا باطل باطل طيب ما يبدلوا كان بدلوا ما كويس بالله والأمصيبة إنه عنده دراويسيو وكلامه الله قال فاستخف قومه فاطاعوه في دراويسيو وكلامه دي مصيبة كبيرة ما يبدل يعني شنو ما دين ما حق يبدل للأحسن موسى عليه السلام جاء بالحق وجاء بالبينات من ربه قال أو أن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد ويأخواننا المفسد يأتوا فيهم فرعون ولا موسى فرعون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا فرق الجماعة شوف هل بيفرق منوح لك الله هل فرعون البفرق ولا موسى عليه السلام فرعون البفرق أهل الباطل هم من بيفرقوا نحن ما هم نفرق الناس نحن دارين الناس كلها تكون كتلة واحدة مسلمين هو سماكم المسلمين وينادوا رب واحد ويتبعوا رسول واحد عليه الصلاة والسلام ذا الدائر النهنة لكن أما أنت دار تشتغل شغل فرعون وجعل أهلها شيعا فرق وطرق يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين يبقى المفسد منو فيهم فرعون أواعيق الشك الجماعة اللي يجي يلعب على الناس ديل شوف ديل بيشبه فرعون ما يجي يلعب عليك يقول لك ديل دائرين يفسد إنت الدائر تفسد إنت ماذا يرى الناس يعبدوا الله إنت ماذا يرى الناس يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم شوى الأنبيا ديل يا سلام لما سمع فرعون قال الكلام دا التجى لي منه إلى الله تبارك وتعالى وده لما ترجع عليه تاني ما في ذول بيقدر عليك أصلا وقال موسى إني عذت التجات إلى ربي وربكم من كل متكبر مش فرعون براو كلهم من كل متكبر لا يؤمنوا بيوم الحساب أنا أقف هنا وإن مدى الله في الآجال نواصل الرجل المؤمن من آل فرعون في الحلقة الجاية وأقدم أوبكا ترجمة نانسي قنقر